قال مايك بنس نائب رئيس الامريكي ان هناك ثمنا سيتعين على النظام الاسد ان تدفعه اذا نفذت المزيد من الهجمات باسلحة كيميائية وقال بنس خلال قمة لدول امريكا اللاتينية ان الرئيس الامريكي دونالد ترامب اوضح ان الولايات المتحدة الامريكية مستعدة لمواصلة مسعها لردع النظام السوري وحلفائه عن استخدام الاسلحة الكيميائية مرة اخرى ضد المدنيين